نتكلم مع حديقي دكتور عن الخطوات اللي بتحصل أو خلينا نقول كده محاكاة للي بيحصل لو شخص من داوي الهمم حاب يستخرج بطاقة الخدمات المتكاملة وإفنى إنه في البداية بيروح يكشف في أي مستشفى قوات مسالحة أو مستشفى حكومي بعدين نفوض إنه يتوجه لوزارة التضامن مظبوط كده لمكاتب التأهيل اللي هو طابع لوزارة التضامن التامع هو في دا هو الشخص نفسه اللي بيتوجه ذوي يعني صاحب هذه المشكلة الصحية أو صاحب الاقاء ولي بيتوجه عشان كده كنت بطالب إنه احنا دلوقتي لهو كشف وفي لجنة كشفت عشان نيدي كل حد حقه طيب المفروض اللجنة كشفت وقالت يبقى المفروض بقى يبقى فيه حاجة برضو بدل ما يروح للتقييم الوظيفي حاجة تبعة خاصة يبقى فيه لينك تبع وزارة التضامن الاجتماعي لإنه فيه حالات بتبقى صعبة جدا فهو عشان أساسا يروح إنه يروح لأيه مستشفى يكشف فده فيه إرهاق معنوي ومادي وصح ونفسي وخلاص وهو أمبي وعمل يبقى فيه موقع طبع الوزارة التضامن أو يبقى فيه حد من المكاتب التأهيل دي على الأقل للإعاقات شديدة في المستشفيات أو يتوجه للشخص المتقدم للإعاقات الصعبة يكون فيه حد ويكون ناس مؤهلة ومدربة على التعامل مع الناس دي أنا برضو مش هنقول إن فيهم بعض الناس بتبقى مش على قدر كافي متعامل مع الأشخاص ذو الإعاقة وهو الشخص ذو الإعاقة بيأخودي بالحضرتك إن هو العامل النفس عنده مهم جدا وده أهم شيء فلما يبقى فيه موظف أو أحد بيتعامل معي إنسان راقي في التعامل كفء مؤهل إن هو يقدر يسمعني أو يكشف أو 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 ولإن برضو في بعض الحالات زي ما حضرتك بتقولي إن بتبقى فيه بعض المكاتب اللي هو بتوجه ليها للتأهيل عشان يعمل التقييم الوظيفي المكاتب غير مؤهلة فيه مكاتب بتبقى في الدور التاني فيه مكاتب فيها سلالم طبعا أنا لو عندي إعاقة صعبة شل الرباي أو شل النصفي أو بتر أنا هعمل إيه أنا كنا نتحدث بلوقتي إنه بيأخد نفس اللف عشان يحصل على المعاش تاني أوه عايزينه يبقى كشف واحد لإن الشخص لما بيجي يحصل على معاش تكافل أو كرامة برضو لازم يروح يكشف ويسجل عشان يحصل على المعاش طب أوكي المفروض يبقى الشخص اللي هو حصل على بطاقة الخدمات المتكاملة هي فيها إعاقته ودرجة الإعاقة ونوع وأنا أخدتها عشان أجيب سيارة مجهزة أو يبقى لي امتيازات أخرى يبقى أنا ليه أكشف تاني يبقى أكشف واحد إحنا خدنا خلاص الضوء الأخدر من سيارة الرئيس بعد كده لازم نتحرك يعني لازم نسهل الأمور شوية ولازم نحرك الدنيا كده كده هيحصل على الدعم وهو بالفعل مستحق لازد دعم أي أن كان نوع هذا الدعم لكن طريق حصوله على هذا الدعم يجب أن يكون فيها نوع من التيسير والتسهيل عليه تمام ترجمة نانسي قنقر